السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الجزء الخامس لهذا العمل فكيف ما شفتوا معي في الجزء اللي قبل من هذا خدمنا فيه راندة الحبة في البداية دير النصف طوق بالنسبة لسيدات اللي ما شافوش الاجهزاء السابقة اللي خدمنا فيهم راندة المعينات مع اللوايا وخدمنا واحد الراندة دي الحسيرة في الوسط ودرت فيها البريد المهم ممكن انك اما تدري كيف ما درت انا سابقا يعني خدمت الحسيرة عادية ودرت فيها البريد او تقدري تستعملي راندة الحبة المهم الضوء ديالك والاختيار ديالك فاليوم كيف ما وعدتكم انكمل معكم هاد الخديمة ونوريكم كيفاش نقدروا نزيدوا نديروا راندة اللوايا ومن بعد انوري لكم كيفاش نبدأوا راندة المعينات وبطبيعة الحال اللي عندها اي اشكال فتقدر ترجع الفيديوهات السابقة الاجهزاء السابقة يعني واحد وجوج وثلاثة واربعة ان شاء الله نخلي لكم الروابط اسفل الفيديو وصندوق الوصف الان لاحظوا معايا مزيان اه هنا كنزيد غريزة احد الغرزة هنا اي ضروري كتزاد ما بين توب والخدمة ديالك فهنا عندي واحد جوج الملاحظة المهمة انهم اللي كتخدمي على الراندة ما كتزيديش غرزة بالعكس كتخدمي عادي جدا يعني كنزيد هنا هاد الدريبة هادي يعني عادي ما كتزيدي هو عادة فاش كنخدموه يعني في البداية ديالنسف طوق كنزيدو غرزة الفوق وغرزة التحت ولكن هنا لانا ما عنديش توب قريب يعني عندي توب الفوق وفي هديك الخدمة اللي جاتني الوسط راندة الحبق اللي كتشوفو معايا في الوسط هي اللي حابسة فما خليانيش انا نزيد غرزة الفوق ووحدة التحت كتزيدي غير وحدة فقط الفوق هاد اللي غندير دابق يعني هنا في كل طلعة كتزاد عندك غرزة وحدة لاحظوا معايا هنا غاد نخدموه ثلاثة ديالغرزات يعني في اللول غاد ديري واحد اثنان وثلاثة من بعد غاد خدمي اربعة خمسة شوفي انت ياو والراندة اللوايا علاش حال بغايتها تجي كعريدة بالنسبة لي انا فغاد نخدم فقط ثلاثة ديالغرزات كيف ما سبق ليا ودرت معاكم في الجزء الثاني اللي خدمنا فيه راندة اللوايا فاخدمتها غير على ثلاثة ديالغرزات يعني بالنسبة لي كافية وكيما قلت لكم اللي بغايت زيد فادي ما غاد زيدي غرزة وحدة على التوب لاحظي معايا هنا ما غاديش نخدم على التوب وغير رجع مباشرة في العمل باش نقدر نحافظ على هالثلاثة الغرزات اللي عندي هنا يا هنا واحد اثنان وزائد غرزة الثالثة وما كان نرجعش نخدم في هذيك في الراندة ديالالحبة اللي عندي التحت مباشرة كان طلع نخدم الفوق لاحظوا معايا هنا خدمنا ثلاثة ديالغرزات فوق راندة الحبة وفي التوب كذلك خدمنا ثلاثة ففقط يعني هنا اللي بغايت تزيد تخدم ربعة الغرزات او خمسة فالاختيار غايت بقاديالها على حساب التومة ويعني ديكور او التزيين اللي غايت زينوا به هاد الخدمة فهنا كتبقى غادة يعني كتطلعي بثلاثة وكتهبطي بثلاثة حتى توصل للعدد المناسب يعني ما غادش نعطيكم انا واحد العدد مضبوط مهم ما بين ما بين تعود عشرق احداش على حسابي عفوا على حساب انت يا شنو بغايت المهم انا هنا يا غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نوصل العدد اللي بغايت وكما قلت لكم كل واحدة تخدم بطريقتها الخاصة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة هي هادي اللي جات عندي في الرأس فكيفما شفتوا معايا انا هنا خدمت تسعة دي الغرزات يعني كتبقى تطلعي بتلاثة وتهبطي بتلاثة حتى توصل لتسعود ولا عشرة يعني شوف انت يا والضوق ديالك يا تسعود يا عشرة يعني من الافضل ما تجاوزيش عشرة يعني لفتي عشرة ما تجيكش اللواية كبيرة بزاف وما كيلاش نكبروها فهنا كتضروي هديك الغريزة اللولة في الراندة ديال الحبة ومن بعد كترجعي في هدوك ثلاثة الغرزات ديول اللواية هنا نتابهوا معايا مزيان واحد المرحلة مهمة جدا وهي كيفاش نقدروا ندخلوا هادك الضفايرة ديالنا ديال ثلاثة الفايرة عادية ديال ثلاثة اسبق لي وخدمتها في واحد الفيديو سابق فلاحظوا معايا مزيان هنا غاد نحيد البرابي لما لسقت هاد الضفايرة ديالي ارجعها اسفل التوب او لاسفل هادك النسف طوق الفتحة دياله وغنحاول نخيطها انا هنا غنخيطها غير بخيط عادي لاحظوا معايا مزيان المكان ديالها هنا اسفل التوب وكتخيطيها بشكل عادي جدا سواء بخيط عادي او بالخيط حرير اللي عجبك المهم وانها تتبت وبشتعاونك يعني في الخدمة من بعد تبقى غادة خدامة عادي جدا موهم انا هنا ما تتبتتاش مزيان لان الخدمة اساسا يعني ما كانخدمش في الجلا بقى انا غيرها كان يعني غيرها ده وحط ريف ديال التوب كنوري لكم في الخدمة المهم بالنسبة لكم تبتوها مزيان لاحظوا معايا كنرجع في هادك الدفرة وكن انتبت هاد اللوايا هنا يلا كنتو غتخدموا حدكم اللوايا يعني مثلا السيدة غتقولي اي انا ما بغيتش هادك الراندة ديال المعينات ما بغيتهاش ما بغيتش نخدمها فهنا ما تديري الى دفرة الاول غدت مباشرة غتقطع الناس في طوق ديالك كيف ما غندير واحد شوية غدي نوريكم كيفاش تقطعوا الناس في طوق وتخدموا راندة المعينات غتقطع الناس في طوق وغتخدمي عوض فاش هادك الغرزة اللي انا كنخدمها علاقة الدفايرة انتي ما غتخدميهاش على الدفرة لانها ما غدش تكون عندك فغتخدمي على التوب وتمي غادي عادي حتى تكملي اللوايا ديالك وراندة الحبة فعادي جدا كنتخدمي هنا ثلاثة الغريزات ديال اللوايا ونحيدو هاد الخيط دي كان يعني زيد وغانا نرجع للدفايرة ديالي فهنا عندي جوج ديل الضربات في الضفرة غادي نزيد هاد ثلاثة الغرزات ديال اللوايا هنا حاولت انا نسرع الفيديو ولكن اللي بغايت يعني هاد الراندة ديال اللوايا كيفاش خدمناها بالتفصيل ديالها فترجع الجزء التاني هو اللي غا تلقى فيه راندة اللوايا تم خدمتها يعني كان فيديو خاص بيها فطولت فيها واحد شوي يعني مشي بحل دابة انا بغا نخدم يعني بغايت ندير اللوايا مع المعينات بغايت نكمل هاد الموضيل يعني في هاد الجزء مبغايت نزيد جزء اخر الموهم كيف ما كتشوفوا معايا عندكم ثلاثة ديال الدريبات في الضفيرة وثلاثة ديال الدريبات هنا ايا في الاسفل لاحظوا معايا هنا مزيان انا كيفما قلت لكم خدمت غير ثلاثة ديال الدربات في الضفرة وثلاثة في الراندة وصافي كترجعي تبداي عاوتين اللوايا ديالك تخدمي فيها هادوك التسعة الغرازي والعشرة الغرازي بشكل عادي جدا اما الان فانا غادي نكمل موهم سراحة من شي انا اللي غادي نكمل انتمون اللي غادي نتكمل الخدمة ديالكم حتى توصلوا للحجم المناسب وتبقى غادي يعني تخدمي راندة الحبة مثلا تدري فيها واحد العشرة سنتيم ترجعي من بعد تخدمي اللوايا تهياق حتى توصلوا لهذا المستوى ديال الحبة وترجعي تخدمي عاوتيني المعينة وتبقى غادي بحقك افضل افضل من انك تمشي يعني براندة الحبة حتى الضورة ديال العونق عدت رجعي تخدمي فانا كيبالي انه خدمي غير عشرة سنتيم ورجعي ديري اللوايا ديالك ورجعي كملي المهم انتم مدابركم غا تكملوا اللوايا انا غادي نبدأ المعينات بهالطريقة هادي اول ضربة غنديرها في التوب فهد الغريزة ديالي في التوب وغنمشي مباشرة للضفرة هنا واخد ضفرة يعني كما ما تيبتاش في هذيك تقدروا تزيدوا هنا وحد الغريزة فوق راندة اللوايا لو بغيتوا تتبتوا هذيك الضفرة مزيان مشي اشكال مهيما اغنمشي معاها بحلاكة كما قلت لكم فيما كتضربي ضربة في التوب كتزاد عندك غرزة هيا هادي هنا واحد فغادي نديروا هنا اثنان ونمشي مباشرة الضفيرة ديالي وندير غرزة عادية اللي ما كنحسباش بطبيعة الحال وكنمشي هنا نرجع واحد هنا عندي اثنان كما قلت لكم دي ما زيادة كنا غير في التوب فقط بالنسبة لها الخدمة هذي اما الخدامي الأخرين را زيادة كتكون الفوق والتحت هنا هاي تزادت عندنا الغرزة الثالثة فحتى هنا يرا تقدرو انكم يعني تشوفوا غير انا غنوري لكم غير البديا ويعني غير كيفاش تبدأوا هاد شي اللي مهم ورجعوا الجزء الاول هو اللي غتلقوا فيها راندة المعينات الروابط اطلقوهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف موين بزاف دي السيدات كي سولوني شنو هو صندوق الوصف صندوق الوصف راه هو غير هذيك يعني بالنسبة اللي كتخدم بالتليفون فرا يبال لك واحد السهم كين اسفل الفيديو هذك واحد السهم صغير غدا غير تضغط عليه غطلع لك واحد الكتبة هذك الكتبة كاملة اللي مكتوبة اسفل الفيديو راه هي صندوق الوصف فقط يعني ماشي صندوق الوصف يعني غير هذه الكتبة هي صندوق الوصف ماشي شي حاجة يعني غير الكتبة فقط وفي تمايك نكتبوا يعنين اللي عندها مثلا روابط احلى طب انا مثلا نخلي لكم الروابط ونخلي لكم كذلك بهدا مناسبة الموقع ذياري في الانستاغرام اللي اريضا تنضم الموقع ولي عندها شي مشكيل ولي شي حاجة وما جاوبتهش على في التعالق فتقدر تصيفتهم في الانستغرام ماشي اشكال هنا عندي ثلاثة ديال غرزات وفي الاسفل جوج فكنكتافي بهدوك الثلاثة وكنخلي هدوك جوج ما كان نخدمهمش ونمشي مباشرة نخلي وحد شوية ديال فارغ هنا خليت هنا غر جوج ديال الدفايرات ومشيت للتالتة فغادي نخدم عليها هنا يا لاحظوا معي مزيان غا نخدم واحد اثنان وثلاثة هنا كما قلت لكم ثلاثة ديال الغريزات مع الغرزة الرابعة كتكون هنا وصافي يعني هذه المعين كتبقى يغادة جاية يعني كتبقى يغادة بربعة وجاية بربعة حتى تسكملي تيولي عندك ربعة في الطول وربعة في العرض مثل غا تقولي غا يولي عندكو هاد المعين متساوي فى الأضلع دياله ولا الأضلع ديوله كيكون مقاد عندو ربعة اللي خدمناهم دياله وغادي نزيد ونخدموا هادوك الربعة ديول العرض ولا الطول موهم فغادي نحاول نكمل هنا يا دي الغرزة التالتة مهم بهد مناسبة ديال هاد الفيديو هادا واحد السيدة اللي صراحة مازال ما جاوبت هاش ممكن تمنى انها تشوف الفيديو وتسمع الجواب غايكون افضل يعني من الكتابة فسولاتني قاتلي بانها هي مبتدئة وكتخدم الراندة وبغا تتعرف الطرق كيفاش انها تكسب الكليان ديولها ومهم كيفاش تقدر انها تخدم للناس يعني تولي الراندة هي مصدر للرزق ديالها فمهم صراحة كنتمنى انكم تكتبوا لينا في التعاليق الخبرة ديالكم والتجارب ديالكم في هاد المجال وليك تخدم الراندة للناس تكتب لينا كيفاش كيفاش تقدر انك تكسب زبناء وهاد شيرها ماشي شي حاجة سهلة بالنسبة لي انا اول نصيحة النصحك خدمي خدمي جلابا لاحظوا معايا هنا عندي ربعا ديالغرزات وغا نمشي الهنايا باش نفتح الناس في طوق مهم نكمل الهادرة من بعد نفتحوا دابا هاد الناس في طوق عادي جدا هندير هنا واحد العلامة غير بالبرق وغادي نقلب التوب ونقطع عادي جدا مهم نكمل معاكم موضوع فكما قلت لك اول حاجة غدا تخدمي لك جلابا وتكون جلابا عني او زوينا اعلاش لان الناس فاش كيشوفوك لابسوا حد حاجة زوينا بزاف كيسولوك يقولوك شكل يخدم لك هاد الخدمة مثلا فاول حاجة تبدي بالجيران جيران ديولك وريهم الخدمة ديالغ يعني اقتار حعليهم انك تخدمي لهم هما او العائلات ديالهم مثلا مشيتي الوحد العرس خدمي قفايطين بالراندة ولبسيه ووريه العائلة ديالغ قولي لهم بالانتية اللي خدمتي هرا كي تخدمي الراندة ومهم هما هاديك ساعة غيشوفوا بعينيهم وغيعرفوا بالانتية ركت عارفة تخدمي الراندة فليما خدمتيش لها هي تقدر تجيب لك واحد اخر وكما كيما كيقولوا باللي واحد كيجيب عشرة واحد كيجري لك على عشرة خدمي مزيان وقادي الخدمة ديالغ ووريها لناس حاولي تدري اشهار لنفسك بنفسك يعني ما تعوليش عاشي واحد جيران دي بيهم هما اللولين يعني هادي ناصيحة ديالي ليك فمن بعد غدا تبديت نتاقلي يعني العائلة ديالغ توريهم الخدمة ديالغ وودقولي لهم باللي الى بغاة شيوحدة مثلا انها تخدم الراندة يعني ولهذا تصلوا بيك وانك تتعاوني معاهم ويعني رك عارفة العائلة داروري كتنقص عليهم شوية في التامن المهم ما كيكونوش بحل يعني اه مهم هاداك شي كيبقى غير رأة تعاملات كل واحد وكيفاش كي تعامل كل ما كيعقل على التواحد وصراحة راندارة متعبة بزاف يعني باش انك كتجيك بعد مرات دوروف لك اضطر انك تنقص التامن فموهم ما شي اشكال هاد شي غايبقى الاختيار ديالغ بالنسبة للأتمينة وبزاف كي ساولوني على التامن ديال الخدمة صراحة انا هاد سؤال ممكن بغيش نجاوب علي لاش حت كل مدينة وعندها التامن ديالها يعني ما كينش واحد المدينة واحد تامن محدد وغير من المرأة المرأة كل وحده مش حال كتخدم يعني كل وحده وكل وحده كتخدم على حساب النظرية دياله هي المهم هادية النصيحة ديالي لي كل اي سيدة بغيت تخلي الراندق كمصدر للرزق ديالها وردي البلع ويناتك مزيان وكنتمنى لكم الصحة والعافية